اشكال في السعديات الاخوان وصفوها بالمجزرة المخطط لها والداخلية المصرية تتحدث عن اجهاض مؤامرة لإدخال مصر في الفتنة في لبنان 48 أذار تحولت للأسف مسلم مسيحي في الحكومة وسن شيعي في الشارع ما حصل في السعديات قبل يومين أكبر من حادث وأقل من انفجار المشكلة لم تعد بين حزب الله والمستقبل بل أكبر من ذلك بكثير ما يحصل في سوريا والعراق والمنطقة هو انعكاس أو ترجمة لما يمكن أن يحصل عليه الوضع في لبنان أهلا بكم في حوار اليوم وأهلا بالأستاذ عبدالساعد مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدال بدك تأذل لأول بداية من الزميلة جويس نوفال الحكومة مجلس الوزراء بدأت سمع مننا والمشاهدين الكرام أكيد لأخي المعطيات في سياق ومشاهد هذه الجلسة ماذا يحصل جويس أعطيك العافية شكرا على عافية جويس وقع المشكل ولا بعد؟ لا هلأ ما في مشكل وبحسب الأجواء فور دخول الوزراء إلى مجلس الوزراء يلي رح عم ينعقل بعد ثلاثة جميع غياب كان هناك حتى تفاوت بأراء الوزراء منهم من قال أنه لا خلافة هناك حسنيات بين الوزراء ومنهم من توقع أن يكون هناك بعض الخلافات خصوصا في موضوع التعيينات في ظل ثبات بعد كل فريق على موقفه سأبدأ من ما يحصل على الأرض في موضوع الأهالي العسكريين لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع بتاتا ولا أحد من الوزراء فور دخولهم تحدث عن هذا الموضوع بالعودة إلى الجلسة الجديدة بعد الغياب كان هناك كما ذكرت تفاوت بالأراء بعض وزراء تيار المستقبل ووزراء المحسوبين على الرئيس سلام وأيضا على تيار وزراء إذا فينا نقول المنتمين إلى حركة أمل قالوا أنه موضوع لا خلاف يجب أن يكون هناك حوار بين كل الأفريقاء لما فيه من مصلحة الحكومة ومصلحة لبنان بإطار عام اللافت في هذا الموضوع وكما ذكرت الموقف الثابت لتكتل التغيير والإصلاح والحلافاء من موضوع التعيينات وضرورة أن يكون موضوع التعيينات بند أول في جلسة اليوم وهذا يلأخر إنعقاد الجلسة ثلاث أسابيع فور دخول الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب بدأ ليفت أنه للمرة الأولى الوزير جبران باسيل يدخل إلى السراي من دون حمل حقيبة في يده وهو ما إشارة إلى أنه ليس هناك من مواضيع ستبحث إن لم يتم الحديث وابت موضوع التعيينات أما الوزير ليس بوصعب فلم يقل سوى كلمات أغنية الفنانة جوليا بطرس أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى ولدي دا كتير علي أحسن منوع سوى بإطار أنه يجب أن يكون هناك أخذ ورد وأن يسمع لي كل طرف في المواضيع السياسية أيضا في الشق الآخر بين صلاحيات رئيس الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية الغائب كان هناك تفاوت الوزير أشرف ريفي قال يجب أن لا يتم المس بصلاحيات رئيس الحكومة والوزير نبيل دوفريج قال أنه فقط رئيس الحكومة هو من يقرر وماذا يوضع على جدول الأعمال أما وزراء الكتائب وفي ظل الحديث أيضا في هذه الجلسة عن فتح دورة استثنائية في المجلس النيابة كان هناك موقف لافت من وزراء الكتائب فقالوا أنه لن يوقعوا على فتح هذه الدورة وأيضا كان ضبابية في موقف حزب الله إما سيوقعون على هذا الموضوع أو لا فحتى قالوا أنه يجب أن يتم الحوار أيضا كان هناك موقف للوزير المحصوب على الرئيس السابق للجمهورية مشال سليمان عبد المطلب حناوي فهو قال أنه فتح دورة استثنائية بحاجة إلى ضمانات وبحاجة إلى ضوابط لفتح هذه الدورة أما وزير المال على حسن خليل فكان رده على هذا الموضوع أنه يتوقع أن يكون هناك توقيع أكثر من 13 وزير لفتح هذه الدورة يعني الخلاف كان إما 24 وزير يمثلون وأخذوا صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة بعد غياب رئيس الجمهورية لكن الحديث كثر في الأيام القليلة الماضية عن أنه 13 وزير النصف زائد واحد سيقومون بالقرارات الاستثنائية الكبيرة بالسولوسين جويس قلت جملة هلأ أنت قلت أنه في ضبابية موقف حزب الله شو بتقصدي؟ في كلام عم نقرأ بالجرائد اليوم كنا أنه حزب الله في تفاهم ضمني معه يمكن يمرق من خلاله فتح دورة استثنائية أكيد مش بغير مواضيع لا بالتعينات ولا بشي هذه النقطة تحديداً كيف لمستية ضبابية؟ يعني هذه النقطة تحديداً كان من خلال موقف الوزيرين محمد فناش وحسن الحشحسن كان هناك هذه الضبابية لم يتم الحديث وجذب سيوقعون على فتح الدورة أم لن يكون هناك توقيع من وزراء حزب الله فاكتفوا بالقول أنه هذه الجلسة للحوار ولمحاولة تقطة ما يمكن أن يعرقل في موضوع مجلس النواب وفتح هذه الجلسة أريد أن أشكرك الزميل جويس نوفل أكيد سنكون معك برسائل لاحقة اليوم الحكومي سواء بتسويه أم بمشكل أم بتأجيل أم بإرجاء الجلسة على ما هو مرجح نرجع ونتابع مع الزميل جويس نوفل برسائل لاحقة وننتقل من السراي إلى الشارع إلى الصيفي تحديداً بعد شوية بعد شوية ننتقل إلى الزميل جابي مرادي الموجود بالصيفي مع أهل المخطفين لا يوفينا كمان بالتحرك الذي يعملوه نتيجة تقاعص وأهمال الدولي كما بيقولوا عن أعطاء أي معلومة أو أي خبر عن أبنائهم المخطفين بهذه النقطة رح بلش أنا وياك لماذا دعا أستاذ عبدو رئيس الحكومي تمام سلام لماذا دعا إلى جلسة كان الاتفاق أنه برمضان منقطعة من روئة بأقصى حد كان في إجازة بأقل حد كان في فرصة لماذا دعا وهو السيناريو المحتمل لهذه الجلسة أنا بأعتقد أولا دعا لأنه توافق هو الرئيس بري على هذا الموضوع حيث الواضح تماما لأنه يبدو أنه هناك سيكون هناك محاولة للانقلاب على اتفاق آلية عمل الحكومة المعمول بها حاليا هذا ما سوف يتم طرحه بتأديري أنا وأصبحوا يريدوا الفروج من هذا الاتفاق الذي بالتأكيد موقف الطيار وحلفائه سوف يكون ضد ذلك الآن لوين توصل النتيجة من الصعب جدا تحديد أو استشراف اللي بدوا يحدث يعني في مشكلة عندنا أساسية نحن عنا الرئيس بري بتذكر أنا بموضوع لما تروح الأرثوذوكسي اعتبر أنه فيه مكوناين أساسيين في البلد اللي هن طيار المستقبل وحزب التقدم الاشتراكي ما بدون نشاركه فاعتبر أي جلسة تعقد بدونهما بده تكون غير ميثاقي فأصبح أسير موضوع الميثاقي الآن في موضوع الإليت عمل الحكومة كمان لقوا الالتزام فيها مشكلة فالرئيس بري الآن سوف نرى سوف يكون محرجا أمام موضوع الميثاقي مجددا إذا مر موضوع عقد الدورة الاستثنائية مفترض يغيب عنها على الأقل مكوناين أساسيين عند المسيحيين وهما الطيار الوطن الحر والقوات اللبنانية ماذا سيفعل عن ذلك؟ كتاب رفضين فتح دورة السسنة كمان مثلا شو بيساوي؟ مكونا مسيحة أساسية لا شو بيساوي؟ يعني ما عرفت أنه أنا شو بيساوي؟ الوزير ألاحكيما قال نحن منرفض حتى لو اقتصر الأمر على طيار الوطن الحر وعلى القوات اللبنانية يعني هذه المسائل فيها مشكلة رئيس بري ما بيعتبرها هيك ورئيس سليل ما بيعتبرها أنه شو؟ أنه المثقية الجلسة مؤمنة ودستوريتها مؤمنة نأخذ الأرار حتى بالنصف زائد واحد ونحباك عن جلسة الحكومة أنا عم بيحكي عن جلسة أنا عم بيحكي عن جلسة تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهوري ورئيس الحكومي رئيس الجمهوري ليس موجود عندك 24 وزير المشكلة الآن على الإيلية الاتخاذ والتوقيع إذا 24 وزير بيوقعوا أم يتخذ القرار أو المكونات الرئيسية يتخذ القرار بالتصويت صحيح ما هي؟ طيب معتبرينها هي قرار عادي فتح دور السسل هي نصف زائد واحد يعني 13 وزير طبعا هذه مشكلة أمنه رئيس بري أفور رئيس سليم أمنه أقول سوف يكون هناك محاول للإنقلاب على الاتفاق اللي نسجوه هذيك المرة بخصوص عمل آلية عمل الحكوم فيه له تدعيات هذا الانقلاب طبعا أكيد 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 كيف يتحمل تمام باك بالنفس الوحدوي والتسوى واللي عنده بيتحمل هكذا الانقلاب أنا بتأديري للأسف الشديد الكل دايما طيب شو بيسيوه يعني شو بيقدروا يعملوا شو بيقدروا يعملوا أنا بقول من هنا إذا ما في تفاعل بالشارع حول هذه المواضيع للأسف الشديد سوف يتم تجاوز كل الاعتراضات وما إلى ذلك بكل صراحة بقول بكل صراحة الضمانة هو الشعب اللبناني الضمانة أنه يتفاعل الشعب اللبناني مع التروحات المحقة هذه اللي عم تنطرح من قبل الطيار الوطني الحر إن كان بخصوص التعيينات لأنه بصراحة بلا الكل يتحدث عن تعطيل الطيار الوطني الحر وحلفائه لعمل للحكومة التعطيل متأتي من الحكومة نفسها الحكومة لا ما عم بتقوم بواجبة ما عم بتقوم بالتعيينات اللي هو واجب دستوري هذا الأمر يعني فعلى كل حال نحن بتصور أمام مرحلة جديدة سوف نكون أمام تصعيد كبير أنت بتعتبر أنه جلسة اليوم هي مؤشر لتوتر جديد في المشهد السياسي بتصور هيك نعم بدنا نشوف لين بدأتوصل بدنا نشوف عشوب تنتهي بدنا نشوف عشوب تنتهي طيار الوطني الحر تكت والتغيير والإصلاح اليوم داعي لجلسة استثنائية العماد عنص عثلت ومص بتكت ولبذات الوقت استبق الجلسة بتوجيه كتابي اعتراضي إلى صحيح على جدو الأعمال المصادر رئيس سلام مصادر حكومية ومصادر قريبة حتى من حلفاء الحليف أو اصدقاء الحليف بيقولوا أنها ما قالوا أي تأثير كتاب الاعتراضي ما قالوا أي تأثير على جدوى الأعمال فيكم قلب الحكومة تحكم على جدوى الأعمال هن بيعتبروا هاي لا أنا اللي عرفته حتى حتى كتاب الاعتراض إجاكم هاي من حلفاء الطيار اللي هو حزب الله وطيار المرضى لا ما عم بحكي عن الشباب أنا عم بحكي عن غيرهم لا لا أنا عقصة تقول ما بحكي عن لا لا عقصة تقول مش بس من طيار الوطن عارف على رأسي عارف لا أنا عم بحكي عن غير عم بقول أنه حتى الرئيس بري والرئيس سلام في اتفاق وتناغم وواضح تنسيق واضح بين ناتون على اعتبار أنه حتى هيدا الكتاب بقى لزوم لأنه هيدا الكلافة كنت تحكوه بقى المجلس الوزراء هذه مشكلة عنا يعني لا في احترام للدشتور لا في احترام للاتفاعيات لا في احترام للقوانين ما عدنا دون سيد عبدو جاي وابني بصراحة وبمحبة هل كان يمكن للرئيس سلام أن يعقد جالسة مجلس الوزراء اليوم من دون موافقة الرئيس بري لا ليه وفقة الرئيس بري لا ما بعرف اسأله له على رأس ما فيه اسأله بسألك لا لا انت شاطر فيه ما عنده حساباته عنده حساباته الخاصة الرئيس بري مزعوج جدا من عدم من اغلاق المجلس النيابي من عدم ادرته على التشريع من عدم قلته عن تفعيل عمل المجلس النيابي بالتأكيد مدد للمجلس النيابي مرتين مرتين ومرتين مخالفين للدشتور وهمت لم نعلم تشريع الضرورة هلأ أي تشريع ضرورة بالوقت اللي مرق أربع سنين فيه هلأ ما عنه شي فيه الضرورة هي أنا بتعجب باللبنانيين يا أخي هذا أول أول تمديد للمجلس النية بتحت عنوان نريد إيجاد قانون انتخابي عادل هذا مش مطروح تشريع هذا اللي بيجعلني أنا أتفاجأ ما حدا بيحكي عنه الأولوية هي ليست لانتخاب رئيس فقط الأولوية هي لإكرار قانون انتخاب يحقق المناصف الفعلية ويحقق العدالة العدالة الانتخابية عندما أقول ذلك يعني النشبية هذا هو ما حدا بيحكي بهذا الموضوع مر أول تمديد وبدأنا بالنصف الثاني للتمديد وما عم يتكلموا عن هذا الموضوع هذا أهم يعني أنا متفاجأ الجميع يتكلم عن أشياء تاني الأهم بكتير أنا أقوله الآن أهم بكتير من انتخاب رئيس أو انتخاب أي شيء هو إقرار قانون انتخابي اللي محرومين منه من 80 عام نحن أصبح 80 عام يا أستاذ جورج بحب أقول لحضرتك وذكر يمكن أيلها مرددة كل المجالس النيابية منذ العام 43 ليومنا هذا وكل الحكومات اللي انبثقت عن هذا المجلس هي غير شرعية هي قانونية بس غير شرعية بسبب بسبب انتاجها بقانون انتخاب مخالف للدستور ويزور إرادة الناخبين ويزور إرادة الناخبين فعلينا أن نبحث الآن نحف البرلمان والحكومة إذا كان يفتحوا دورة استثنائية هي ليه بهدف اعتماد قانون انتخابي جديد هذا هو هذا أنا رأيي إذا كانت الحكومة تأخذ قرارات بالتلتين أو بالنصف زائد واحد ما هيك وعلى فتح دورة استثنائية وغير قرارات أو غير مراسق يمكن يتم اقرار نعم لماذا ترجع للتعينات لماذا ترجع للتعينات طبعا ما نقول نحن لا 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 هذه الجلسة طيب إذا كان يريد أن يتخذ فيها قرار بحجم فتح دورة استثنائية لماذا لا يتم فيها أخذ قرار بحجم التعينات المشكلة لنا في البلد أنا وزيت الأليم أنا 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 كل من عرفني يعرف أني إصلاحي متشدد إصلاحي متشدد وطالب بالإصلاح أنا ضد الطائفية الوظيفية بالمطلق أما وأنه في موجودة موجودة والكل راضي فيها الآن ليش الزعماء الزعماء المسلمين ما بيقبلوا أحد يتدخل أحد يتدخل بالتعينات المناصب المسلمة ليش عم بحكي عن ثلاث طواقف أنا مش طائفة ما بيسمحوا لأحد أن يتدخل درزي سنة شيعة لماذا لماذا عندما يأتي تعيينات المسيحيين مش بس بدون يتدخلوا يريدهم أن يكونوا الشريك الرئيس في اختيار يعني إن كان رئيس الجمهورية هذا كلمة نريد رئيس توافقي تعني تستبطن نريد تعيين رئيس عزرني سيد عبدو بس تأخذ الزميل جابي مراد يفتحوا الطريق الصيفي بهذه اللحظة ننتقل الزميل جابريال مراد يلي بدو يطلعنا على أجواء تحرك الأهلي وما إذا كانوا بعدهم مساكنين الطريق أم لا جابي يعطيك العافية شو الأجواء يعطيك العافية سيد جورج بداية لحنتقل ضغري للمشهد اللي خلف جورج هو ما فتحت الطريق كان في محاولة من القوى الأمنية منذ بعض الوقت فتح أحد المساريب المتفرع يعني من جادة ريمون الدي النازل يعني من الصيفي كنيسة المرمرون الجميزي باتجاه الصيفي ولكن الأهالي عندما شاهدوا مرور عدد قليل جدا من السيارات لم يتعدى الأربع أو خمس سيارات تجهوا باتجاه هذا المسرب وعهدوا إقفال هذا الطريق ليبقى الوضع على حاله هون بساحة وسط بيروت كرب البيت الكتائب المركزي إذن بيئة الصيفي منذ الساعة العاشرة جورج والأهالي يقطعون هذه الطريق داعين إلى أن يكون ملف العسكريين المخطوفين بندن أول على جدول أعمال الحكومة الصوت مش عم نسمع منيح مع زمي جابريال نعم مش عم نسمع صوت منيح جابي مش من عندك حاليا عم تسمعني ايه تفضل تفضل أوكي كنت عمقول أنه منذ العاشرة جورج إذن أكفلت الطريق هنا في وسط بيروت عندها نقطة الصيفة بمحاذاة البيت المركزي لحزب الكتائب وعندها صحيفة النهار ويعني باتت هذه المنطقة خالية من أي وجود لحركة السير ولكن على عكس المرات الماضية تم التنسيق مع القوة الأمنية والقوة الأمنية اتخذت خطوة بتحويل السير باتجاه المرفأ وبالتالي لم نشهد زحمة سير بوسط بيروت ولم يعلق المواطنون بسياراتهم كما كان يحصل سابقاً يمكن أن نشهد الوسط العاصمة خالياً حالياً من أي حركة للسيارات سمعنا منذ بعض الوقت أن الأهالي قد يعمدون إلى قطع الطريق البحرية من خلال الإطارات المشتعلة ولكن هذه الوجهة النظر لا تزال مدار أخذ ورد بين الأهالي هم يعتبرون أن رسالتهم يمكن أن تصل بمجرد الخطوة التي يقومون بها حالياً جورج باستطلاع رأي الأهالي بشكل سريع معروف أن هناك ملفان بموضوع العسكريين ملف جبهة النصرة وملف داعش بالنسبة إلى ملف جبهة النصرة ما نستشفه من الأهالي أن يصدقون أن الملف وصل إلى خواتيم ويصدقون ما قاله اللواء عباس إبراهيم أن المفاوضات انتهت وتبقى ساعة الصفر لعملية التبادل والموضوع متعلق بعودة الوسيط القطري وربما لشهر رمضان المبارك داخل بهذا الموضوع ولكن يريدون أيضاً طمأنه وأن يبقى هذا الملف يعني موضوع أساسي لدى الحكومة ولكن المشكلة لدى أهالي العسكريين لدى داعش اللي بيعتبروا أن الملف لم يحقق فيه أي شيء وكل ما يصلهم هو مجرد ترطيش على حد قولهم من هنا أو هناك يتم الحديث عن وسيط يتغير هذا الوسيط كل مرة اسم جديد يعاولون على الحكومة ويريدون من الحكومة أن يكون هذا الموضوع بيدها على غرار الخطوات التي يكون بها اللواء عباس إبراهيم بالنسبة إلى الملف جبهة النصرة والتي قطع الأشواط الكبيرة التي قطعها يريدون ملف بالطبع داعش أن يكون على نفس المستوى علما أنهم يصدقون أن المبادرة من قبل داعش باتجاه إنهاء هذا الملف هي التي تعيق هذا الموضوع وما في الزخم الموجود مثل ما كان موجود لدى جبهة النصرة إقفال الطريق سيستمر لحتى قرابة الثانية أو لحتى تعليق جلسة مجلس الوزراء أو انتهاءة عندها يتجه وفد من الأهالي لمقابلة أحد المسؤولين الحكوميين أو ينتظرون أحد المسؤولين الأمنيين أو الحكوميين لكي يتوجه إليهم ولكن السيناريو هو على هذه الحالة جورج لحوالي الساعة أو ساعة ونصف من الآن جورج شكرا لك زميل جابريال مراد من الصيف مع أهالي المخطوفين عندك تعليق حضرتك قبل ما ننتقل الزميل كمان رمزي مشرفي عندك مشكلة السعادية مشكلة خطرة مع الزميل رمزي مشرفي يعني بيوفينا أيضا بالتدعيات وزيول ومعالجات الإشكال الخطير يلي صار بالسعديات واللي أدى إلى سقوط عدة جرحة واللي جرح الحوار بين المستقبل وحزب الله وحرك الأرض بشكل سلبي زميلنا رمزي مشرفي تفضل حطنا بالأجواء نعم جورج يعطيك العافي أول شيء بأننا نحكي عن طريق عن طريق الدمور طريق الدمور فتحت بالواقع أهل العسكري سيف ديبيان فتحوا تصراد الدمور بالاتجاهين منذ حوال نص الساعة بعدما يعني بعدما كانوا قد قطعوا بالإلطائرات المشتعلة منذ حوال التاسعة صباحا نعم وأكدوا الأهالي أهالي ديبيان أنهم أرادوا إيصار رسالة إلى المسؤولين اللي وصفوهم هني وصفوا المسؤولين بالفاسدين وضالبوا بالإفراج عن السجناء الإسلاميين بسجن رومي من أجل إتمام عملية الإفراج عن العسكريين عن المختطفين أهالي ديبيان نزلوا من مزرعة الشوف وكان فيه فريق بين بيناتهم كان بريد أنه يبقى على الأوتستراد مقفل صار فيه أخده رد والاقتصالات الحفيفة يعني أعادت سطح الأوتستراد مثل ما قلنا من الصيعة وطبعا طبعا لم يخلوا الأمر من مشادات بينهم وبين القوى الأمنية وكمان بالمقابل أدى القطع الأوتستراد النعم الدمور إلى إختناق المواطنين بسياراتهم وبلغت الزروة للزحام يعني وحول السير إلى داخل بلدة الزمور التي أخفلت كمان ازدحاما بطرقاتها نعم جوش كمان حبيب أسألك رمزي عن تدعيات وزيول ما حصل في السعديات الأرض على الأرض بالطريق الأوتستراد بين بيروت وبين صيدة نعم حكي كثيرا حكي كثيرا مبارح عن ألأ وتوتر كامن في المنطقة من جراء هذا الاشتباك بتحطنا بالجو إذا بتسمع نعم نعم جورج بالواتع نعم هذا القلق يمكن العالم عرفت فيه مبارح بتسوي من عشر تيام حقيقة هذا كانت تدعيات يعني له تدعيات من عشر تيام وكل الخلاف حول مصلة أنشئ حونيكي أنشئ بالمنطقة والمصلة يبدو أنه أثار حفيظة بعض السكان يلي طبعا من فريق تاني من طيار المستقبل هلأ الموضوع طبعا كان خطير ويشكل الطلق وما زال يشكلوا الطلقا حتى هذه اللحظة يعني الوضع منتهى يعني يعني الوضع منتهى منتهى بالنفوس يمكن على الأرض هلأ ما في شيء بالنفوس منتهى وإذا يعني إذا منستمع للفريقين بيقولوا لك أنه ما في يعني بعد كل شيء المصلة بعد وهو دي كل طلق طبعا بعد يعني ما بعرف كيف المعالجات عادتتم وحسب معرفنا اليوم نحنا أنه في معالجات ما زالت مستمرة على أعلى المستويات على أعلى المستويات يعني تخطط المنطقة يعني صارت مش بس تشتوف يعني صارت على أعلى المستويات ولا يتم معالجة هالوضع بالنسبة لخطورته كمان أنه كونه يشرف على الطريق الساحلي على طريق الجنوب يعني هاي طريق حيوي وحساسي وشريان كبير لحزب الله بصراحة حزب الله يعني طريق صايدة الجنوب بيروت الجنوب طريق حساسي لحزب الله للمقاومة واضحة من نوع تقطع نحن نعتبر ما زبور نحن نعتبر خط أحمر بالنسبة لهم يعني حسب ما نعرف يعني واضح من نوع تقطع هاي من نوع طلقتي عايز طريق صحيح صحيح واضحة مثل عن بصف لك يعني شكرا لزم له معالجة شكرا لك زمير رمزي مشرفي من منطقة الدمور على الرسالة اللي وفيتنا فيها بالنقطتين نقطة أهل العسكريين قطع الطريق ونقطة تانية تدعية ما حصل قبل ما أكمل أنا وياك بالسياسي والاستطلاعات وبالكلام مجلس الوزراء شو رأيك بالحادسة ياللي صارت بالسعديات خارج السياء العام وخارج النص الحواري بين حزب الله وبالمستقبل يعني فيه حوار من فوق في اشتباك من تحد انفجر الوضع فجأة عشر واثن عشر جريح لسه مش قصة رمان شي مؤسف جدا 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 لهذا ولكن هذا الحوار للأسف الشديد يكون فيه حوار هون وفيه موائف سياسية بيعبر عنها بعض أعضاء طريف المستقبل يعني تحرد الناس بكل صراحة بقولها تحرد الناس يعني الهجوم على حزب الله العنيف بهذا الشكل هو هجوم على الطائف الشيعية يعني مع لي شي هو عندما ما في حدا اليوم عندك فريق اسمه حزب الله وحركة أمال يمثل الأكثرية الساحقة عم بيحكي عن أكثر من خمسة وتسعين بالمية من الطائف الشيعي أنت لما عم بتقوم بهجوم عنيفة عليهم عم بتقوم بعملية تحريد دون أن تدري دون أن تدري أنا ما عم بتهم أنه هني عم بيحرضوا دون أن تدري هجومك على حزب الله عم بيجعل أبناء الطائف السنية المؤيدين لطيار المستقبل يشعروا بإحتئان كبير وهذا الأمر أنا ما عم بوضع الحق على حذن يعني الآن مش عم بقول أنا الحق على ما بعرض ماتي بعد الموضوع الحق على أنصار طيار المستقبل أو على كذا أبدا بس عم بقول هذا هو السبب يعني يعني كل يوم بتلاقي شيء من هالقبيل هيدا بسي القصة السيز عبدو نحكيها بصراحة معاوضين نحكي بصراحة ونسمع منك بصراحة أنا مثل ما أنا سألت مبارح بس مجرد استطلاع وحشرية تناعي شو صار أحد الأحبة قال لي أنه الفرق بين الأذان الشيعي وأذان السني أنه بالآخر في حي على خير العمل عند الشيعة هاي الزيادة الوحيدة بس أنا بدي أسأل أنه هاي الزيادة حي على خير العمل استفزت ناس موجودين وصار المشكلة طيب هاي الزيغل بدى لجنة أمنية وبدى حوار سني شيعي لو واحد ما يقدر يصلي أو يقدر يصلي بس هاي الزيادة بدأت بمقدمتك عن اليمن السعودية العراق ما هذا امتداد لهون هذا إله تداعيات عنها يعني إله تداعيات عنها يعني معلش اليوم ما معصلة إلا بصياغة معينة صار بمناطق معينة نعم اليوم هالحملة غير المسبوقة بالتاريخ العنيفة ضد الشيعة الشيعة اليوم مستهدفون من تكفيريين ما عم بيحكي من حزنتين اللي عم بيكفروا الكل بكفروا السنة بكفروا النسحيين بكفروا بس هذه الهجمة هذه الهجمة الكبيرة إلى تداعيات عنها إلى تداعيات عنها بتحرد الناس بتحرد الناس فقط هي طبعا تستهدفهم أينما كانوا ولكن تكفر السنة وتكفر بقية المذاهب يا سيد نحن شو بدنا بداعش والنصرة لبناني لا بعرف حبيب مش عم بقلك شي سيد عم بقلك فيه تماهي نحن بلبنان صاروا عم بيكفروا بعض طبعا طبعا شو بدنا بداعش يلي هي عم بتكفر بس صاروا لبناني عم بيكفروا بعض المجرد شح للأسف أنا ما بعش وصار بعدين لكن إذا كان هذا السبب الرئيسي لأنه الأدان ما عجبت البعات يعني عندنا مشكلة تتخطى الحوار بين حزب الله وبالمستقبل طبعا 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 جايين على مشكلة أكبر مهيد يوم ليش عم بيستهدفوا المسايد الشيعية إن كان بالسعودية وإن كان بالكواد والآن يمكن بالبحران وما إلى ذلك هذه مشكلة كبيرة هيدا عم بقلك في ناس بتتماهى مع فكر داعش وعندنا داعشيين في لبنان كان على المستوى الشعبي ولا على المستوى السياسي بحكيكيها بكل صراحة بحكيكيها بكل صراحة هذه مشكلة كبيرة بدك تعالجها بدك تعالجها أنت تخشى امتداد هذه الروحية وهذا الجو ويتزامن مع اشتداد المعارك في سوريا وتقلب الأوضاع السريع والخطير والمتداهور في المنطقة الحوار شوش عم بيصير بمصر هيرح مصر عامنين صمام الأمان بتأديري أنا صمام الأمان هو هذا الحوار القائم بين طيار المستقبل وبين حزب الله برعاية الرئيس بري هذا صمام أمان صمام أمان بعد مش عارف ليش بعد الأمور فالتي على الشارع عند وبعض أعضاء طيار المستقبل من هنقابلين يمكن بهالحوار هذا يمكن منقصب طيار المستقبل ما بعرف هيك نبين طب فيه شغلي صارت مبارح هذه مش ما تمرق مرور الكرام مش عم نحرد على حدا لا سمح الله بس عم نحط النقاط على الحروف المستقبل بيقول عن حزب الله مسلحين معه خلص أوكي واضح معروفة حزب الله معه سلح خلص صارت معروفة وجميع عم ما بينكروا صحيح وسلحهم عم بيقتلوا فيه إسرائيل والتكفيريين مصبوط المبارح اللي بيّن المستقبل عم بيقويس صار اشتباكات ما هو الكل عنده سلاح لا يا سيدي ما الكل عنده سلاح خدني على قد السؤال اللي أنا عم بيسأله ما فيه الدولة وفيه السلاح بتصرف الدولة هي الملجأ والمعبر واللخط اللي تطرح بارح كان فيه سلاح مبارح وراح جرحها بالمصلة سبعة ثمانية صحيح ما هي؟ طب إنه فيه سلاح أكتر ما بعرف لا لأ أقول يا سيدي مستقبل مستقبل بأوّس لا طبعا ما هو سبعة أيار ما هي بقوله ما معنا سلاح ونحن ما منقوّس سبعة أيار شو اللي صار بسبعة أيار ما عليش ما بنا نذكر هالحادث الأليم اللي صارت أو الحوااذث الأليم ما فيه فريق تاني ما هو سلاح كمان السلاح بعد شوية حصير مثل اليمن عندنا كل الناس عندها سلاح كل الناس عندها سلاح والكل بيستعملها ليش شو صار كان سلاح سيد الموقف هو الحاكم لفترة إلا أن تدخل الجيش وصار عنده غطاء سياسي خفف من هذه الأزمة خفف من أزل انتشار هذا السلاح الكثيف إن كان بعكار أو بترابلس وما إلى ذلك فللأسف نعم الجميع عنده سلاح ممبارح استعمل أو أول ممبارح صحيح رح يخذ برايك أنا وحضرتك ولمشاهدين نرجع بعدنا متابع حوار اليوم أستاذ عبدو سعد مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات نرجع بعدنا نحكي عن استطلاع أهم شغل نرجع من بعد